التفجيرات الدامية تلاحق وتهز ولايات أفغانية هنا في مدينة خان أباد بولاية قندز سقط العشرات بين قتيل وجريح من جراء هجوم استهدف مسجدا تفجير يعتبر الأول من نوعه في ولاية قندز الواقعة على الحدود مع طاجكستان منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم قوات خاصة للحركات دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى موقع الانفجار وباشرت في عمليات تحقيق بحثا عن المخططين وفي موازات ذلك أعلنت حركة طالبان أنها اعتقلت العديد من عناصر تنظيم داعش في أفغانستان وأعلن حاكم ولاية خوست شرقي أفغانستان اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش يقول إنهم قدموا اعترافات مهمة ولم تتوقف تصريحات الحركة عند ذلك بل أضاف وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية ذبح الله مجاهد أن تنظيم داعش لا يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان وبرر القيادي في طالبان حجته في التقليل من تأثير داعش بأنه مجرد صداع وسينتهي قريبا لافتا إلى أن الحركة جادة وماضية في القضاء على التنظيم التصريحات القوية لطالبان تجاه التنظيم تأتي بعد إعلان الحركة نجاحها في القضاء على خلية لداعش خرسان في العاصمة الأفغانية كابل بعد هجوم استهدف مجلس عزاء إذن تحديات أمنية كبيرة تواجه حركة طالبان منذ تسلمها السلطة في أفغانستان تحديات تفرض على الحركة بحسب مراقبين اللجوء إلى خيارات جديدة في تعاطيها مع خطر تنظيم داعش وخاصة بعد التفجير الدامي الذي استهدف مسجدا في قندز شكرا للمشاهدة